السلام عليكم تحية كبيرة لجميع المتتبعين الأوفياء الفيديو ديال اليوم هو عبارة عن جولة في منزل إحدى المتتبعات العزيزة على قلبي سناء من مدينة بنغرير لايفتها إليها الدنيا وآخرة فيديو متميز كما العادة تابعوه إلى الآخر هذي الجولة غادي تكون في الطابق الآخر النص مبني كما غادي تشوفوا معايا والنص بقاء لشكل تيراس ندخلو من الباب كالقو حد الكلوار كبير فين كينا سالمونجي و الجيها ديال الشمال كينا واحد سيجوخ وكينا هاد الغرفة اللي كاتشوفوا معايا دابا و الجيها دليمن هاد الباب اللي كاتبال لكم هي ديال الحمام وعاد غادي القاو الكوزينة بالنسبة للحمام جات الفصالة ديالومزي ونوجة كبيبر الثامن ديال الزليج ديال الحاقت 70 درهم وديال أرض جاء لشكل روخامي كيما كاتشوفوا دير ثامن ديالوميا وعشرين درهم الماتر كاري اللمسة ديال الأخت سناء باينة في المنزل ما شاء الله في القاعد ديال الحمام كيما كاتشوفوا معايا كين ركاب يندودوش فيها لينيش وفي هادك الجليسة ولا هادك البلايسة في انجلسو تخدمت بجوج انواع ديال الزليج وتسدد بالالمينيوم كوليس ولبرة بقى هادك الفاسك وفق منه المرايب بلاكار ولاشاس بالنسبة للمساحة ديال هاد المنزيل 129 متر كاري بكل شي يعني حتى بالطيراس وحتى هو غدي تشوفوا معايا في اخر الفيديو غير كملوا معايا وهذا هو الكلوار اللي قلت لكم مباشرة مني كتدخل من الباب كتلقاه فين كين هاد سلامونجي والاخت سانه خدمت هاد الحائط بهاد ديكور ديال القبص فصراحه همزيون بزاف مميز والاخت سانه خدمت هاد طابق بالالوان المحايدة اللي هو الرمادي والابياد والباج وهاد الالوان ما شاء الله قطلع رائعة بالاضافة انها ما قطلعش في الراس ابدا ديبا غدي تشوفوا معايا الكوزينا بالنسبة لزليجها الكوزينا 8 ديالو 95 درها من الميتر كاري دارت هاد القليصة هنايا في هاد القنط وهاد سرجم ديالكوزينا كيتطلع على لاكوخ وحتى الغرفة اللي شوفتي معايا ديال النوم عندها سرجم على لاكوخ بالنسبة للكوزينا خدمتها باللون الرمادي بالاليمينيوم والثمن ديال البلاكارات 15 الف درهم بالنسبة هاد الجيهة ديال الشمال كيما كتشوفوا معايا عنده الضالة يعني الطابلين بنية بالنسبة لبوتاجي عنده غرس نادق يعني من بنية وبالنسبة لبلاكارات الفقانيين عندهم الضالة كيما كتشوفوا معايا اللون الرمادي مع اللون باج يعني كيطلع مزيون بزاف ما شاء الله الباب را كتب لكم من هنا وقدامه واحد سرجم اللي غادي طل على التراس وكي نحتوى واحد السيجوغ كيطل ايضا على التراس بالنسبة نزلي جيال الارضية سر انا قلت لكم 120 درهم يعني خدمته به الحمام وطبق كامل خدمته بنفس نوع ديال الزليج حتى المرآة جات في بلاسة لانك تعطي واحد تسع في القولوار هنا غادي تشوفوا معايا هاد السيجوغ اللي جا مقابل مع الباب ديال المدخل وعندو نافيد على التراس بالنسبة القبص ديال الثقاف جا مزيون بزاف وحتى بالنسبة البلاسة ديال التلفاز مخدمة كاملة بالقبص ومصبوخ كيما كتشوفوا معايا كنظن بان الفصالة را هي مفهومة دابا هادي هي الباب ديال المدخل ما شاء الله لمسة متميزة كيما كنقول لكم دائما اثناء الصباغة اولى الزليج استعملوا الالوان المحايدة ومن بعد ما تجيوا وتفرشوا المنزل ديالكم تقدرووا تدخلوا الوينات اي لون غادي جيكم غادي تختاروا الالوان انتم مرتاحين وهذيك الالوان هي اللي غادي تعطيكم الدفء لمنزل ديالكم هذا هو السرجم اللي كي طلحته على التراس وهذا هي الباب ديال المدخل كنزيد نشرح لكم التصميم باش الاخوان اللي باغين يبنيو حتى هم النص ديال السطح ويخليوا التراس يفهمهم زيان ويستفدوا وفي هات نوع ديالفيديوهات كتكون كما كنقول لكم دائما الاستفادة شاملة اضافة جميلة ومنزل الجميلة سباغة المائية العادية وفوق منها كولا غريفي هات السباغة عمليا بزاف كتبا مرخيصة وفي نفس الوقت عملية كنقدروا نغسلوها لانه يقدر لها كولا غريفي نقدروا نستعملوها في الاماكين ديال الجلاس في غرف النوم خصوصا غرف النوم الاطفال وهذا هو التراس اللي بقى من هاد طبق هذا حتى هو طلعت فيها الخدمة مزونة ونتمنى هاد الجولة عند الاخت سناء تكون عجبتكم وصفتوا مننا وشكرا لكم بزاف بزاف وليه لا يخطيكم ما تنسونيش من اللايك والتعاليق الجميلة ديالكم وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله